وكان تنظيم داعش نشر اليوم صورا على مواقع التواصل الاجتماعي اظهر فيها الطيار الاردني الملازم اول معاذ الكساسبة وهو محاطن بعناصر من التنظيم المزيد حول سيرة الاسير الطيار معاذ الكساسبة في التقرير التالي ولد الملازم اول الطيار معاذ صافي يوسف الكساسبة في مدينة الكرك عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وانهى دراسته الثانوية فيها قبل ان يلتحق بكلية الحسين الملكية للطيران الحربي عام الفين وستة ويتخرج منها عام الفين وتسعة لينضم الى صفوف طياري السلاح الجو الملكي الاردني التي رفع فيها الى رتبة ملازم اول خلال العام الحالي ينتمي الكساسبة الى عشائر البرارش في لوائعي جنوبي محافظة الكراك ويقتن حاليا ببلدة الثانية بالمحافظة وقد تزوج في شهر تموز من العام الجاري وادى رحلة العمرة قبل ان يلتحق بمعركة مواجهة تنظيم داعش الارهابي وكان والد الاسير الكساسبة اكد لقناة رؤية ان القيادة العامة للقوات المسلحة الجيش العربي ابلغته بخبر اسقاط طائرة نجله في سوريا مؤكدة له انها تبذل كافة امكاناتها وقصارى جهدها لاعادة معاذ الى ارض الوطن سالما غانما باذن الله اشتركوا في القناة